طبعا أحداثه كانت مختلفة بعد طبعا مباراة النهائي دور الأبطال واخسرته لهذه البطولة بعض الأمور اختلفت عنده بالنسبة لمجلس إدارته ثم اللجنة السلسية المتواجدة لإدارة نادي الزمالك بقيادة طبعا القاضي المستشار أحمد بكري بالتالي النهاردة تم استلام النادي والأمور الخاصة بالنادي الإدارية ثم أيضا لجنة الكرة اللي بيترأسك كابتن أيمن يونس وكابتن أشف آسم ومعهم كابتن عبد الحليم علي مديرا للكرة وبالتالي النهاردة كان في التدريب طبعا أمامنا المستشار أحمد بكري وهو متواجد داخل نادي الزمالك واللي اتكلم على جزء مهم جدا أنا عارف اللي موجود داخل نادي الزمالك والعيوب ونقدر إن شاء الله في الفترة القادمة تدارج أي مشاكل داخل نادي الزمالك وبالتالي محدش خاف على نادي الزمالك نادي الزمالك قامة ونادي الزمالك كيان كبير عمره ما أبدا يتأثر برحيل أو بعدم موجود أي شخص أو لاعب داخل هذا الكيان ده كانت الكلمات للمستشار أحمد بكري واللي كان أيضا في وقت ما قدت يعني هم نتكلم على وقت كان متواجد أيضا في مجلس الإدارة في وقت من الأوقات ثم أيضا زمالك ويتو وهو كواحد من مشجعي نادي الزمالك وده شيء طبيعي يعني أن أنت تبقى متواجد داخل نادي الزمالك حبا في هذا النادي هاي يبقى النهاردة أيضا كان فيه تمرين لفريق نادي الزمالك وبعد كده معسكر لمباراة الغد كدت أن عبد الحليم علي كان متواجد فيه هذا التمرين وبالتالي كان فيه اجتماع للعبين وأكيد تحفيز والعلاج النفسي خصوصا بعد مباراة مهمة كانت فيه دور الأبطال وخسرها نادي الزمالك وبالتالي أهم شيء هو إزاي أن أنت تخرج من الجزء النفسي اللي تأثر بين اللعبين نتيجة الخسارة ده شيء مهم جدا كابتن عبد الحليم علي حداف نادي الزمالك على مر التاريخ واحد من أفضل اللعبين وكمان لما نجي نتكلم على أخلاقياته وشخصيته شخصية مهزبة ومتزنة جدا وبالتالي التعامل مع اللعبين أنا متأكد أن كابتن عبد الحليم علي هو مش غريب على المركة أو الوضعه كمدير للكرة قبل كده كان متواجد كمدير للكرة أيضا في نادي الزمالك ونهو هيتعامل مع اللعبين إزاي كلعب كرة مر بظروف زي كده يقدر يخرج اللعبين مع وجود طبعا كابتن أشف آسن قامة كبيرة في كرة القدم كابتن أيمن يونس أيضا قامة كبيرة في كرة القدم إزاي يخرجوا الفريق من الحالة النفسية اللي ممكن تكون متواجدة عند بعض اللعبين لأن بأمانة بطولة كانت كبيرة جدا بطولة كان كل زمالكوية وحتى اللعبين كان نفسهم أكيد فيها ولكن هي دي كرة القدم لازم نتطفق أو نختلف على أنت بتشجع مين أو كنت مين عايزه يكسب لكن بالأمانة هي كانت بطولة مهمة للفريقين وبالتالي النادي الأهلي هو اللي فاز بيها حقه يفرح نادي الزمالك من حقه أنه يعيد حساباته مرة أخرى من خلال الفترة القادمة سواء بقى بتغيير للجهاز الفني أو قصدي جزئية الإدارة وتغيير بعض اللعبين في الفترة القادمة يعني ده أكيد جزء مهم جدا ووجود زي ما بقول العبد الحليم علي مع طبعا كابت المارحة الدراء عبدالهادي واحد بأيضا من نجوم نادي الزمالك الأمور هتختلف في بطولة جديدة بطولة كاس مصر خصوصا أن أنت بتتكلم على أنها بتقترب من النهاية ده الدور قبل النهاي أمام طلع الجيش نادي الزمالك عنده فرصة للوصول للنهاي والتحقيق بطولة وإن كانت بطولة مهمة وتعتبر بطولة من أقدم البطولات في مصر وإن كانت هي أقدم البطولات في مصر بطولة كاس مصر إن كان تعويض لما خسروا نادي الزمالك من بطولة أفرق طيب خلينا أقول لكم بكرة طبعا نادي الزمالك خسر بعض اللاعبين زي عمر السعيد كانت مسحته إيجابية في كورونا وبالتالي خسر نادي الزمالك عمر السعيد بكرة فيه تشكيل متوقع يعني إحنا هنا في البريمو توقعنا التشكيل الخاص بنادي الزمالك غدا هيكون أمامكم على الشاشة وأقول لكم بقى أخبار نادي الزمالك بعد كده يعني لأن كانت فيه بعض الجلسات الخاصة مع الجهاز الفني ومستر بيش